بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن عبد الله بن صفوان أن كلدة بن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية رضي الله عنه بعثه في الفتح بلبن ورداية وضغابيث والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل بعدما أسلم صفوان قال عمر أخبرني هذا الخبر أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال أرسلني أبي إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقلت أدخل فعرف صوتي فقال أي بني إذا أتيت إلى قوم فقل السلام عليكم فإن رد عليك فقل أأدخل قال ثم رأى ابنه واقدا يجر إزارة فقال أرفع إزارك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبه فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك أيدخل عمر وعن عبد الله بن موسى قال أرسلني مدرك أو ابن مدرك إلى عائشة رضي الله عنها أسألها عن أشياء فأتيتها فإذا هي تصلي الضحى فقلت أقعد حتى تفرغ فقالوا هيهات فقلت لآذنها كيف أستأذن عليها قال قل السلام عليك قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على أمهات المؤمنين وأزواد النبي صلى الله عليه وسلم قال فدخلت عليها فسألتها أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها صاحب ترتيب المسند في باب ما جاء في كيفية الاستئذان ولفظه والسلام قبله كيف يستأذن المسلم وما لفظ الاستئذان حين يستأذن والتسليم قبل الاستئذان من الأحاديث حديث لصفوان بن أمية رضي الله عنه وقد بعث رجلا واسم كلدة ابن الحنبل يرويك لدى يقول صفوان بن أمية رضي الله عنه بعثه في الفتح في فتح مكة بلبن ودداية وضغابيس أرسله يعني بهدية للنبي صلى الله عليه وسلم معه هذا اللبن ومعه الجداية يعني كأنها من الأغنام صغيرة من الغنم وكذلك ضغابيس اللي هي القثاء خيار أو القد أرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم هدية فالرجل لما جاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مكانه أو خيمته أو المكان الذي هو فيه بغير تسليم وبغير استئذان قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل بعدما أسلم صفوان المعنى أن صفوان كان قبل ذلك كافرة ثم أسلم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهدية الذاهب بالهدية دخل على طول مكان لفيه النبي صلى الله عليه وسلم من غير استئذان ومن غير السلام وجايب معه هدية ولكن الأمر مش أمر إن هدية وتشفى عليه هديته فإنه يترك أدب التسليم لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه غير ارجع فسلم ارجع استئذن قبل ما تدخل الباب وقل السلام عليكم أدخل فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم غير الإنسان المسلم يتعلم من ذلك أنه يأمر المعروف وينهى عن المنكر وأنه إذا أخطأ في شيء يصوب خطأه يصلح الخطأ الذي وقع فيه فالرجل تعلم ونحن تعلمنا من هذه القصة ومن غيرها أن المسلم ينبغي عليه قبل الدخول إلى بيت أنه يستأذن فإذا أذن له سلم ودخل البيت من الأحديث حديث لزيد بن أسلم قال أرسلني أبي إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقلت أأدخل فعرف صوتي فقال أي بني إذا أتيت إلى قوم فقل السلام عليكم فإن ردوا عليك فقل أأدخل هنا نفس الشيء حدث مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وذهب إليه زيد بن أسلم رضي الله عنه وهو من التابعين ما هوش صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى ابن عمر فقلت أأدخل يستأذن في الدخول قلت أأدخل قال فعرف صوتي فعلمه عبد الله بن عمر قال أي بني إذا أتيت إلى قوم فقل السلام عليكم فإن ردوا عليك فقل أأدخل يبه هذا الأدب الأدب مش إن إنسان عايز واحد يهجم عليه في المكان اللي هو فيه ويدخل وخلاص لا حتى لو كان مولودا في مكان وباب المكان مفتوحا ما يدخلش عليه ولكن من الخارج يستأذن في البداية شفونا علمه ابن عمر سمع صوته ورده الاستأذن قال أأدخل هذا استئذان فعلمه ابن عمر إن قبل الاستئذان سلم قل السلام عليكم فإذا ردوا عليك قل أأدخل يبه هذه البداية إذا رد عليك السلام قل أأدخل فيقول هنا في الحديث ثم رأى ابنه واقدا يجروا إزارة واقد ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر نظر إليه فشاف الإزار بتاعه هارل على الأرض نازل على الأرض يجروا إزاره فقال لابنه قال ارفع إزارك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جرى ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه وما ألشي لابن أنت الإزار بتاعك جروا على الأرض خيلاء ولا مخيلاء ما سألوش عن ذلك ولكن إنه كونوا جرجروا على الأرض دليل على الخيلاء فقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جرى ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه ففيه أن الإنسان المسلم يأمر المعروف وينهى عن منكر وأولى من يأمره وينهى أهل بيته فيأمرهم ويعلمهم وينهاهم وده مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه وهو في موته وهو في موته ومر إنسان به جاء مسلما على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مودعا له فنظر عمر إليه فإذا إزاره مجرد على الأرض فقال له ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأثقى لربك فذا عمر رضي الله عنه يعلمه أنقى للثوب إنه يبعش من جرجر على الأرض الحاجة التانية أثقى لربك عدم جرجارة الإزار على الأرض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبه والمشروبه الغرفة يعني غرفة مرتفعة شوي فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك أيدخل عمر أيدخل عمر يستأذن نفسه فهنا أدب عمر رضي الله عنه ما قال أأدخل أأدخل لا ولكن قال أيدخل عمر وفي حديث آخر أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حاجب على بابه صلى الله عليه وسلم وكان قد غضب على نسائه صلى الله عليه وسلم واعتز لهن شهرا صلى الله عليه وسلم لما أكثرنا في سؤال النفق فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتز لهن شهرا فداء عمر وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء فقال للحاجب إلي على باب النبي صلى الله عليه وسلم قل له يستأذن عمر قل له عمر يقرئك السلام أو يستأذن فاستأذن لعمر فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عمر ينتظر مردش عليه النبي صلى الله عليه وسلم قام للحاجم مرة ثانية وقال له قل للنبي صلى الله عليه وسلم عمر يقرئك السلام ويستأذنه فاستأذن ثانيا وفي المرة الثالثة أزن له النبي صلى الله عليه وسلم ففي أن الأمر الاستئذان كونه يأمرك بالاستئذان دليل على أنك تحت خياره خيار الذي تستأذنه إن شاء قبله وإن شاء رفضه وإلا ليه الإذن والمال الإذن مش لإني أستأذن على السن لازم يأذن لي لا الإذن جعل لأن له اختيار إما أن يقبل فيأذن فيسمع وإما أن لا يقبل وهذا كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم فأزن لعمر بعد مرة واثنين في التالت أزن له صلى الله عليه وسلم حديث آخر يذكر هنا في المسند عن عبد الله بن موسى قال أرسلني مدرك أو ابن مدرك إلى عائشة رضي الله عنها أسألها عن أشياء السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفقهاء فقيها كبيرة عظيمة وعندها أحكام كثيرة من أحكام هذا الدين العظيم فكانوا يحتدون إليها كبار الصحابة وصغار الصحابة يحتدون إلى علم السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فهذا رجل أرسله رجل اسمه مدرك أو ابن مدرك إليها يسألها عن أشياء قال فأتيتها هي من وراء الحجاب فعلم أنها تصلي رضي الله تبارك وتعالى عنها قال فإذا هي تصلي الضحى فقلت أقعر حتى تفره أستنى على ما تصلي الضحى وأسأل فقالوا هيهات هيهات هيطلبي جدا تعد طريقة أم تتصلي كتير هي مش هتنتظر كثير ولكن استأذن عليها فقال قلت لآذنها كيف أستأذن يعني للحاجب اللي حيأزلي بالدخول لأسألها كيف وهذا من الأدب أنه استئذان على أمهات المؤمنين قبل الدخول يستأذن ويتعلم أدب الاستئذان على النساء وعلى أمهات المؤمنين والله عليهم قال قلت لآذنها كيف أستأذن عليها فقال قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على أمهات المؤمنين وأزواد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم طب الصيغة دي كلها ليه ليه هذه الصيغة لاحظ سيدة عائشة في غرفتها غرفتها مدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم مدفون فيها أبو بكر فمش حيليق أنه يدخل ويسلم على عائشة من غير ما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم اللي موجود في هذا المكان جسده الطاهر صلى الله وسلم عليه فعلمه أن يقول ذلك تحتدخل الحجر اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه فتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في الغرفة موجود أبو بكر صديق رجل الله المدفون فيها فكذلك مدفون عمر بن خطاب لكن لا أدري هل هذا أدرك في عهد عمر ولا بعد عهد عمر رجل الله عنه لكن الغرض نعلم أن يقول ذلك ترى ما تتكل هذه الغرفة اللي مدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبقل ذلك التسليم قال وأزواد السلام على أمهات المؤمنين وأزواد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم قال فدخلت عليها فسألتها وذكر الحديث فيه الأدب أن الإنسان يستأذن إن كان لا يعرف كيف يستأذن يقوم يسأل وشفاء العيس سؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الأبواب هنا باب الاستئذان ثلاثة مرات أو مرار فإن لم يؤذن له فليرضع الإنسان يستأذن على آخر فيستأذن كم مرة يستأذن رايح له بيته يرن عليه جرس مثلا كم مرة يرن عليه الجرس هنا مش هتوقف تعلق إيدك على الباب ترن الجرس لغاية ما يطلعوا لك بالعفية مش هتوقف العشرين مرة ترن هنا ودي من الأداب المفقودة الآن بين المسلمين أداب مفقودة تلاقي البعض من الناس ييجي لشيء فيقوم يرن الجرس ما يردوش يمكن سمعين يمكن مش سمعين طب أرن تاني أرن تالت أرن عاشر أرن عشرين أخبط بحجر على الباب أزعق ونادي من الشارع هذا من سوق الأدب من سوق الأدب لكن الأدب أن تلت مغار ما تزعجش الناس طيب حرن يعلق إيده على الجرس مش تبقى مرة واحدة ويزعج أهل البيت لغاية ما يطلعوا يشتموه هنا أدب الإنسان أنه رمنا مصيطة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافر بالأظافر بضافرهم ها مش بتفه مش بطوبة ولكن بالأظافر على باب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلم الإنسان كيف يستئذن على الناس فهنا في الباب حديث لأبي سعيد الخضري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنت في حلقة من حلق الأمصار فجاءنا أبو موسى كأنه مزعور حلقة قاعد فيها الأنصار والله عليهم وأبو موسى أشعري من الأشاعرة رضي الله تبارك وتعالى عنه فجاء مزعورا خايف مرعوب ودلس مع هؤلاء الأنصار والله عليهم فقال إن عمر أمرني أن آتيه فأتيته أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر رضي الله عنه يعني له لتجي أن ببينات على الذي تقول وإلا أودعتك أبو موسى الأشعري من أفراض الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحلاهم صوتا رضي الله تبارك وتعالى عنه كان قراءته بالقرآن يحب يستمع إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه لقد أوتي مزمارا من مزمير آل داود يعني صوته كان غاية في الجمال رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه وامدع له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثلاث مرات كان عمر بعيت له يأتي إليه فلما استأذن ثلاثا ولم يرد عليه عمر انصرف رضي الله عنه فعمر تذكر كأنه كان مشغولا في شيء فتذكر أن أبو موسى الأشعري كان مولودا فقال اطلبوه فدعي فسأله عمر رضي الله عنه ما حملك على ما صنعت أنت استأذن ثلاث مرات كنت صبرت شوية واستأذن رابع وخامس ليه ما استأذنتش أكثر من ذلك فأبو موسى الأشعري قال كنا نؤمر بهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذا فعمر بن خطاب رضي الله عنه قال لا تجي أن ببينة على الذي تقول وإلا أودعتك هنا كن عمر يقول هذا شيء كلامه خوف عمر ما بيهزرش فكلامه انه هذا هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم وش ما أنت سمعت وإحنا ما سمعناه وش ليه وهذا ليس تكذيبا له ولكن تعليما للصغار المودودين أبو موسى الأشعري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل فهنا ما كان له أن يكذب ولا أن يظن به ذلك ولكن أرد عمر أن مش أي حد يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيبدأ بنفسه ويبدأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أن ما يجرؤش حد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعنده بيّنه فمقصد عمر إياك أعني واسمعي يا جارة يعني بيهدد أبا موسى وهو عادم في نفسنا أبو موسى صادق مش كذب رضي الله تبارك وتعالى عنه ولكن أرد أن محدش يكترئ فيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قال عمر أنه ستجيب بيّن تجيب شهود يشهدون لك ولا حضربك فعمر ما بيهزرش فذهب جاري للأنصار والله عليهم وجلس بينهم وأخبرهم بهذا الشيء مدنس الأنصار كان جالس في أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأبي بن كعب من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفضلهم وكان يلقب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بسيد القراء بسيد القراء وبسيد المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بسيد القراء وسيد المؤمنين أو المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه أقرأ هذه الأمة أقرأها يعني أحفظ هذه الأمة للقرآن وأفضلهم في قراءة القرآن أتقنهم للقرآن فجاء في منقب حديث كثير منها ما روى الترمزي عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم يعني أعلمهم بالمواريس زيد بن سابق وأقرأهم أبي أقرأهم للقرآن يعني أحفظهم للقرآن وأتقنهم للقرآن أبي رضي الله عنه ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع فلما جلس أبو موسى وهو مزعور فبدوا أنهم يعني يزيل عنه هذا الهم ويضحكوا معه يحزروا معه رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال له أبي يطمئنه قال لا يقوم معك إلا أصغر أصغر واحد فينا عشان نوري عمر أن أصغرنا يعلم ما لا يعلمه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لا يقوم معك إلا أصغر من كان أصغرهم كان أبو سعيد القدري رضي الله تبارك وتعالى عنه فقام معه أبو سعيد القدري فشهد أمام عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال إيه فذكر أنه إذا استأذن أحدكم أو قال من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له يعني ليس من حقي أن يستأذن الرابع والخمس ثلاث مرات فقط يستأذن بعدها ينصرف وليرجع فلما قال ذلك عمر عادبا للأمر وقال رضي الله عنه الهاني الصفق بالأسواق أو خفيا هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا أمر كان خافيا علي ما كنتش أعرفه ولا اعترف بالحق فضيلة فعمر بن خطب رضي الله عنه ما هوش عارف كل حدا في هذا الأمر ما سمعش كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سمع بعضا ولم يحضر بعضا فهذا مما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال خفى هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني عنه الصفق بالأسواق يعني أنه كان بيحتاج لمعاشي يحتاج لأكل عيشه فكان يخرج للبيع والتجارة في السوء وأحيانا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه فهذا مما خفي على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هنا في رواية بأى أخرى في سنن أبي داود أن أبو أبي أن أبي رضي الله عنه ذهب إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال يا ابن الخطاب هنا في رواية قال يا عمر يا عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كأنه راح يشهد أيضا مع أبي سعيد من الخضري بصحة ما قاله أبو موسى قال فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما تخوفش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتسبب وفي رواية قال لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما يكونش هذا الأمر ولكن كأنه أراد أن يعلم الناس أن ما تكسرش من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما تكون متأكدا من ذلك وسبب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا عليه ليس ككذب على أحدكم إن كذبا عليه ليس ككذب على أحدكم وقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدة فليتبوأ مقعده من النار فهنا الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم خطير واللي يكذب عليه بيقوله حضر نفسك للنار حضر مكان الجاهز في نار دهنم والعياذ بالله ففي أن المسلم لا يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما يستيقن أنه قاله صلى الله عليه وسلم يبقى مش أي حال يسمعها من أي حد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كده وكثير من الناس في هذه الأوقات تلاقي كل شوية عجبوا حديث مكتوب في وراء متعلق على الحيطة ما بيتوزع على الناس جرد أنه أراعجوا الحديث فيقوم يطبعوا ويوزعوا على الناس من غير ما يتحرى هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا مش أي مقالة فيها كلام حلو تكون تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم لابد من إسناد الحديث من الذي رأو هذا الحديث من الأئمة أو إسناد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح ولا ضعيف إذا كان لا يعرف ذلك فليسأل أهل العلم عن ذلك يرجع للكتب ويسأل أهل العلم لكن إنه مجرد ملأ وراء فيها حديث زي الحديث المزعوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس جاءه واستأذن عليه ودخل عليه وحدثه وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء وجاوب إبليس هذا كله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم وعجبهم الأسلوب الموجود فيه فنوزع هذا على الناس توزعه لا تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وإلا تكون كاذبا عليه ومن كذب عليه متعمدة فليتبوأ مقاله من النار نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع اشتركوا في القناة